لا التزام سينفذ ولا هدنة ستدوم فقد باتت مسألة وقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي وصالح تمثل مستحيلا آخر قد يعمل على إعاقة مساعي الوصول إلى سلام ينهي النزاع القائم هكذا تقول المشاهد الواصلة من الميدان وهكذا يتحدث مراقبون في ضواحي صنعاء وبالتحديد في جبهة نه لا تزال ميليشيا الحوثي تكثف قصفها على مواقع المقاومة بغية السيطرة على المنطقة واستمرار حشدها العسكري واسع النطاق على أمل التقدم في هذه الجبهة أما في مأرب فقالت مصادر في المقاومة إن الميليشيا عززت مقاتليها بعتاد كبير من الأفراد والسلاح وتابعت أن هناك تبادلا لإطلاق النار في جبهة صرواح بين الحوثيين والمقاومة لا يختلف المشهد أيضا في محافظة الجوب حيث تواصل الميليشيا خرقها للهدنة لليوم السادس على التوالي وتطلق النار على مواقع المقاومة والجيش الوطني بمديرية المصلوب إذن لا تزال تصريحات ناطق ميليشيا الحوثي فيما يخص التزامها بالهدنة تمثل نقطة استفهم أخرى لدى مراقبين خصوصا بعد كل هذه الخروقات على الأرض لإصبح الحديث عن الالتزام بوقف إطلاق النار في الوقت الحالي مجرد حبر على ورق المفاوضات